موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدين الأكارم وإلى صحافتنا لهذا اليوم نبدأها بالعنوين الشرطة العراقية تحتفل بذكرى تأسيسها المئة واثنين وخطة لتوجيه الأموال إلى المحافظات الأشد فقرا مختصون يدعون لإعادة النظر بالإنفاق الاستثماري وحراك سياسي لاختيار رئيس لمجلس النواب وانتصف الشهر الحالي ذيقار تتسلم ملفها الأمني ومن هذه العنوين مشاهدين إلى تفصيلات الأخبار ونطالع على الصفحة الأولى من الصباح وهو ما نشرته الصحيفة الكترونيا في عنوان أول الشرطة العراقية تحتفل بذكرى تأسيسها المئة واثنين احتفل العراق أمس الثلاثاء بالذكرى المئة واثنين لتأسيس الشرطة العراقية وهنأت الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية والحكومية أبناء قواتنا الأمنية من الشرطة بهذه المناسبة التاسع من كانون الثاني حيث في عام 1922 تأسس هذا المكون وحضر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني الاستعراض العسكري الذي أقامته وزارة الداخلية واستقبل عددا من أسر شهداء الشرطة وقال رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد في تدوينة له على موقع أكس تويتر سابقا نهنئ منتسبي الشرطة العراقية ضباطا ومراتب بصنوفهم كافة بمناسبة الذكرى المئة والثانية لتأسيس الشرطة العراقية مستذكرين التضحيات الجسام التي بذلوها في مقارعة الإرهاب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة وحفظ الأمن الداخلي وإنفاء وتنفيذ القانون والسهر على حماية المواطنين وعلى الصفحة الثانية في زاوية محل رئيس الجمهورية تداعيات الحرب على غزة انعكست سلبا على استقرار المنطقة قال رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد أمس أثلاثا إن تداعيات الحرب على قطاع غزة انعكست سلبا على استقرار المنطقة بكاملها وأوضح بيان رئاسي إن رئيس الجمهورية استقبل سفيرة الولاية المتحدة لدى العراق إلنا رومانسكي والوفد المرافق لها وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتكاتف الجهود الدولية للحد من الأزمات والتوترات واعتماد مبدأ الحوار الجاد والتفاهمات بين الأطراف الإقليمية والدولية وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية تطرق إلى وضع قوات التحالف الدولي في العراق الذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالة التدريب وتقديم الاستشارات وأيضا إحصاء نينوى 85% نسبة الفقر في المحافظة كشفت مديرية إحصاء نينوى عن بلوغ نسب الفقر في المحافظة 85% في الوقت الذي أكدت فيه استعدادها التام لإجراء التعداد السكان في نينوى المؤمل إجراءه خلال الربع الأخير من عام 2024 وقال مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان في تصريح الاستباح إن نسبة الفقر في المحافظة ما زالت في أعلى المستويات وبلغت 85% مشيرا إلى مواصلة دائرة أعمال المرحلة الثانية لمسح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للكشف عن نسب البطالة في نينوى بعد إنهاء المرحلة الأولى منه كاشثا عن وجود أعداد كبيرة من البطالة المقنعة بين صفوف شباب الموصل بشكل خاص ونينوى بشكل عام وأيضا في أخيرة الصباح مشاهدين مهرجان كشفي يجسد بطولات الجيش والشرطة نظمت مديرية النشاط الرياضي والمدرسي التابعة لتربية كاركوك مهرجانا احتفاليا بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الجيش والذكرى 102 لتأسيس الشرطة العراقية في ملعب النشاط الرياضي بحضور شخصيات تربوية ومشرفي المهرجان حيث تضمنت الفقرات استعراضا للفرق الكشفية لمدارس المحافظة من الذكور والإناث وكراديس مدرسية تضم الطلب المتدربين في معسكرات الكشافة للمراحل الابتدائية والمتوسطة تضلا عن تقديم قصائد وكلمات وخطب وأناشيد وطنية جسدت صولات وجولات الجيش والشرطة للحفاظ على أمن الوطن والمواطن وتحقيق النصر وهزم الأعداء وإلى صفحة آراء اخترنا لكم مشاهدين مقال بعنوان مواقع التواصل الاجتماعي أوهام وحقائق للكاتب رعاد أطياق بصوت زميلة بوش رحسي مواقع التواصل الاجتماعي أوهام وحقائق مقام بقلم رعاد أطياق مع صعودي نجمي مواقع التواصل الاجتماعي ترافق في تلك الأثناء ميل حماسي لاحتقار الوقع الفعلية ثورات مزعومة حتى على مشاعر الإنسان ومحاولة تأطيرها بتمثيلات رمزية باهتة تعطي مدلولات كاذبة عن مشاعرنا الخامة وليس الموضوع توقف عند هذا الحد بل وصل هذا التعميم والاختزال إلى فكرة التنظيمات السياسية وما زالت الرهانات مستمرة على تميع فكرة التنظيمة صحيح أن هذه المواقع تمتلك قدرة تحشيدية هائلة ويمكنها ضم الآلاف بل الملايين لكنها أيضا وسائل كاذبة بتعبير غسان سلامة حيث تتضح قدرتها الواهنة في تعبئة الجماهير وتنظيمهم على المستوى الواقع الفعلية في منتصف هذا المقال في بعض الأنظمة السياسية التي تجيز التنظيم السياسي كالعراق مثلا أصرت الأجيال الجديدة على رفض التنظيم لكن وبعض الخسائر المريعة اتخذ بعض الشباب تنظيمات لا تتمتع بحاضنة شعبية في حين كانت الفرصة الجماهيرية مؤاتية في حينها سواء في ثورات الربيع العربي أو ما شهدناه من أحداث تشرين كانت الفرصة التنظيمية والحاضنة الشعبية حاضرتين وبقوة لكن أوهام مواقع التواصل ظلت هي العقل المفكر في ظل هذه الفوضى السياسية وانتصرت أو ألجمت كل الرهانات الواقعية التي كانت تلح على فكرة التنظيم السياسي في ختام هذا المقال في نهاية المطاف العالم الرقمي ليس عالما محايدا وبريئا فهو عالم له قيوده وأنماطه وقيمه الخاصة إنه العالم التي تخضعه القوة المهيمنة لمشيئتها وتقرر ثنائية الخير والشر طبقا لمنظومتها القيمية قررت هذه المنظومة إن تناول العدوان الصيوني مثلا على غزة لا ينتمي إلى فعل الخير بل يحال إلى حقل دلالي مغرق بالشر والعدوانية إن قساوة الواقع الفعلي والتحديات الجسيمة التي نكابدها فيه لا تجعل من العالم الرقمي ورديا ولا تجعله بديلا ناجحا وبشكل أخص لا تجعله بديلا سياسيا لكونه يمتلك القدرة أو التطليل السحري لتهيئة الحشود فمنذ القدمة كانت الناس تجمعها الطهول وتفرقها العصي شكرا لزميلة بشرحسين لقراءة هذا المقال ونواصل وإياكم القراءة الصباحية مشاهدين إلى الزمان وعلى الصفحة الأولى منها فجعة تضرب مستشفى النسائية بالديوانية والصحة تتوعد المقصرين عاد حريق مستشفى النسائية والأطفال في محافظة الديوانية الذي راح ضحيته خمسة أطفال نتيجة مضاعفات الاختناق في حصيلة الرسمية أعلنت عنها وزارة الصحة بعد سحب يد مدير صحة المحافظة و11 مسؤولا آخرون إلى أذهان العراقيين لفاجعة ردهة الخدج في مستشفى اليارموك وحريق مستشفي الخطيب والنصرية فيما طالب الحكومة بإجراءات تمنع تكرار هذه الحوادث وإلى خبر آخر أيضا ما زلنا في الزمان على الصفحة الثانية منها التربية تقر بنظام المحاولات وتسمح للراسبين التقديم حيث أقرت هيئة الرأي بوزارة التربية نظام المحاولات للراسبين في الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة واطلعت الزمان على وثيقة صادرة عن الوزارة جاء فيها أنه استنادا إلى قرار هيئة الرأي المتضمن إعادة العمل بالمحاولات الطلب الصف السادس الإعدادي الراسبين بدرس واحد أو درسين خلال العام الدراسي الماضي وأضافت أن الطالب مخير بين الانتظام بالدوام أو الشمول بالمحاولات كما يعاد الطلب الذين انتقلوا إلى مدارس أخرى والراغبين بالمحاولات إلى مدارسهم السابقة وأكدت الوثيقة أن طلبة الانتساب الراغبين بإجراء نظام المحاولات سيلغى انتسابهم أما الطلب الذين قدموا للامتحانات الخارجية للعام الدراسي الجاري فهم مخيرين بين أداء الامتحانات الخارجية أو شمولهم بالمحاولات وإلى أخيرة زمان المسرح العربي يطلق مهرجانه بتكريم 23 فنانا يطلق اليوم مهرجان المسرح العربي فعاليات دورته بتكريم 23 فنانا عراقيا والذين تم اختيارهم من قبل الجهات العراقية وزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين وهي الجهات الشريكة المحلية مع الهيئة العربية للمسرح في تنظيم المهرجان إذ درج المهرجان في دوراته كافة على تكريم فنانين مسرحيين من البلد المحتضن ويتم اختيارهم من الجهات الشريكة المحلية وسيتم تكريمهم في حفل الافتتاح بحضور الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله ومدير عام دائرة السينما جبار جودي والمكرمون هم أحلام عرب آسيا كمال إقبل نعيم آلاء أحسين بيات مرعي جواد الساعدي حاتم عودة وحكيم جاسم وحليم هاتف وحيدر منعثر راشد محسن وسهى سالم وطلال هادي وعقاب حمدي وكاظم النصار كريم رشيد وكريم عبود وكريم محسن ومازن محمد مصطفى ومثال غازي ومحمد حسين حبيب ومناضل داود وياسر البراك وهذه انتقالة مشاهدين إلى الزوراء ونطالع على صفحة الأولى رئيس الجمهورية والوزراء يهنئان بالذكرى المئة واثنين لتأسيس الشرطة العراقية حيث هنأ رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني بالذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية وفيما حضر رئيس الوزراء استعراض الشرطة العراقية بمناسبة الذكرى السنوية مؤكدا حرص الحكومة على إيلاء ملف الشهداء القوات الأمنية الأهمية اللازمة وأوضح وزير الداخلية عبدالأمير الشمري أن الشرطة العراقية ساهمت في كسر موجة التطرف وقال رئيس الجمهورية في تدوينة له على موقع أكس الزوراء نهنئ منتسب الشرطة العراقية ضباطا ومراتب بصنوفهم كافة بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الشرطة العراقية مستذكرين التضحيات الجسام التي بذلوها في مقارعة الإرهاب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة وأيضا في الزوراء ما زلنا على صفحتها الثانية رئيس هيئة التقاعد للزوراء إنجاز أكثر من 64 ألف هوية تقاعدية وصرف 900 مليار مكافآت نهاية الخدمة أعلنت هيئة التقاعد الوطنية إنجاز أكثر من 64 ألف هوية تقاعدية خلال العام الماضي 2023 فيما أشارت إلى صرف أكثر من 900 مليار دينار مكافآت نهاية خدمة للمتقاعدين وأكدت قربها إطلاق تطبيق الكتروني خاص بتحديث بيانات المتقاعدين وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد في حديث للزوراء نحن في هيئة التقاعد حريصون على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية حول حزمة الإجراءات التي أطلقت بهذا الصدد والتي فيها معيار أساسي ومهم وهي تبسيط الإجراءات مبينا أنه في عام 2023 ومنذ إطلاق الحزمة في شهر شباط كنا حريصين على تبسيط الإجراءات المتعلقة والتي تشمل حقوق ومستحقات كبيرة وكثيرة في الكثير من المسائل المتعلقة في هذا الجانب وأخيرة الزوراء استدعاء شيرين عبد الوهاب للمثولي أمام النائب العام وجه النائب العام باستدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها في الاتهام الموجه لها بخصوص التعدي بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق على المنتج محمد الشاعر بعدما اتهمته شيرين سابقاً بالاستلاء على حساباتها الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي والتربح منها ما دفع جمهورها ما دفع جمهورها للتعدي عليه برسائل سب وقذف عبر تطبيق انستجرام قرار النائب العام بحق الشيرين عبد الوهاب جاء استناداً على تقرير من مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أكدت فيه أنها تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيها الفنانة شيرين بتعديها عليه بالسب والقذف والتشير بدون حق وهذه انتقالة مشاهدين إلى الصحف العربية وعند الرأي الكويتية في زاوية خارجيات بلينكين للإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية فرصة حقيقية للاندماج في الشرق الأوسط تركز أحدث مهمة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين لتحجيم الحرب في قطاع غزة على محاولة رسم نهج طويل الأمد لصرع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في إطار السبيل إلى إنهاء الحرب وقال في هذا السياق أن الدول الحليفة في المنطقة تريد التكامل مع الدولة العبرية وهو هدف إسرائيلي على المدى الطويل لكن بشرط أن يشمل ذلك مساراً عملياً لإقامة دولة فلسطينية ونقلت وكالة أسوشيست بريس للأنباء عن بلينكين أن السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المفاركة في اليوم التالي للحرب الإهرام المصرية 15 شهيداً في غالة إسرائيلية على شقة سكنية غرب رفح استشهد 15 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر طبية بوصول 15 شهيداً إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح وبحسب أحذف إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 23.210 شهيد أكثر من 70% منهم نساء وأطفال و59.167 جريحاً إضافة إلى أكثر من 7 ألاف شخص في عداد المفتوض وهذه انتقال إلى الصحف العالمية مشاهدين إلى البي بي سي لعبوا المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا رغم الضغوط النفسية وعزيمتهم فاجأت الجميع يشارك المنتخب الفلسطيني الملقب بالفدائي في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في قطر في ظل حرب غزة التي تسببت بمقتل الآلاف من ضمنهم لعبون محليون وأقارب لعبين من المنتخب المشارك في البطولة التي تنطلق يوم الثاني عشر من كانون الثاني ففي صفوف المنتخب فقد اللاعب الفلسطيني محمود وادي وهو مهاجم نادي المقاولون العرب المصري عمه وعددا من أولاد عمه وأقارب آخرين له قتلوا أثناء الحرب كما فقد اللاعب محمد صالح الذي يلعب في مركز الدفاع كلا من خاله وخالته وأبناء لهما قبل أيام من انطلاق البطولة وفقا لما قاله أحمد تيسير المنسق الإعلامي المرافق للمنتخب الفلسطيني للبي بي سي عربي نيوز محطتنا الأخيرة مشاهدين إلى كاركتير الصباح نتابع مشاهدين بهذه الكاركتير نكون قد أنهينا وإياكم كل ما جاء في محطتنا الصحفية من عنوين محلية وعربية وعالمية في ختامها أتمنى لكم يوما هانئا وسعيدا ودافئا